اشتركوا في القناة نسوق اليكم تحايا عطرات وأمال النظرات وأمال غير عاطلات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين وبعد حلقة جديدة من برنامجكم دافورينا نتحدث فيها عن القمة السبدانية القمة السودانية الخاصة هذه المرة وخاصة في أمرين الأولى في أنها قمة خارج السودان على منافسة دوري موريتانيا بلد المليون شاعر نبدأ بشكرا موريتانيا شكرا كل أهلنا في بلاد المليون شاعر الذين استقبلونا بكل الحب والترحاب ومنحونا فرصة للتدرب واللعب مع أنديتهم واللعب في منافسات تسمح للفرق السودانية بالإعداد الجيد إن شاء الله الأمر الثاني وهي أنها تحدث في بعد الفوز الكبير لمنتخمنا القومي على غانا وأصبح على بعيد خطوات بسيطة بإذن الله للوصول إلى كان خمسة وعشرين في المغرب النقطة الثالثة والمهمة جدا إنها تحدث بعد جولتين للفريقين العملاقين وقدم نفسهما قدما نفسهما بشكل جيد للجمهور الموريتاني وبالتالي الجمهور الموريتاني يتوقع مباراة جيدة الرابع النقاط المهمة هو أن المريخ الآن سيقدم في هذه المباراة لأول من نره مدرب الإيطالي ليلعب أول مباراة قمة خارج الأرض يستقبل فيها المريخ صديقه اللدود أو أخيه الشقيق الهلال في نواكشوت في ملعب شيخة كل هذه الأمور نتمنى من خلالها رغم أن هذه مباراة بتاع القمة بتاع الديربي لا يمكن الجزم بها لكن نريد لللاعبين أن يلعبوا كرة قدم لأجل كرة القدم المباراة فقط ما يميز إن أهلال مريخ ليس إلا لذلك نأمل أنه يتعامل معها اللاعبون والأجهزة الفنية والمنسوبين للجهتين على هذا الأساس هذه المباراة هي في أرض المريخ مجازا وبالتالي المريخ يستضيف رفيقه الهلال هيلعبوا الاثنين يوم السبت القادم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت موريتانيا أظنه ساعة التاسعة والنصف بتوقيت السودان لكن عليكم إنكم تتأكد طيب سؤالنا في هذه الحلقة ماذا في يعبد الإيطالي جوفياني سولينس عشان يقدموا في هذه المباراة وأنا هنا لا أتحدث بس عن مسألة أنه ينتصر أو ما ينتصر وإنما إيه هو الفكر الكروي الذي سيغذي به هذه القمة لكي تخرج في مجمنة بعيدا عن من الذي سينتصر أو هل هما سيخرجان بالتعادل هل المريخ عايز ينتصر في هذه المباراة وكيف سيغدم هذه المجموعة الشابة في أول لقاء له ولها في هلال مريخ بعض من اللاعبين أول مرة يلاقوا المريخ يلاقوا الهلال في هذه المباراة يلعبوا مباراة ديربي مباراة الديربي دائما مباراة خاصة داء مع مجموعة أخرى من اللاعبين المخضرمين اللي ممكن جدا جدا يفيد المريخ في هذه المباراة تعالوا نمشي كده وحدي وحدي حتى ندرك أو نعرف كيف سيلعب المريخ في هذه المباراة غدا إن شاء الله سنتحدث عن الهلال كيف سيلعب المريخ مباراته مع الهلال وده بحسب رأيانا يعني هذه المسألة قد تتغير تماما وأنا ما أحضع تشكيلها أتعامل فقط مع المجموعة للعبة المباريات السابقة تعالوا نمشي نشوف القصة كما شاهدنا المدرب الإيطالي سولينس يلعب بالرسم الهندسي 343 الرسم الهندسي 343 غالبا ما يلعب بآدم ومكين وموسى في هذه المسألة ده ما معناها إنه ما ممكن يلعب مع شخص أي بشخص آخر لكن ده تقديري أنا للأمور بحسب المباريات السابقة وهو دائما مركز على هؤلاء الثلاث طيب الثلاثة ديل عندهم صفات مع بعض مشتركة بجدوة أولا طوال القام نوعا ما فبيقدر يشير الكورة العالية كورة حلوة وأقوية بعد كده بلعب في أربعة في نص الملعب الطرفين اللي في نص الملعب هما طبنجة في الشمال والعجب في اليمين وعنده لاعب مركز عشرة اللي هو أيوب البوشي وعنده لاعب مركز ستة ممكن يكون أي لاعب آخر ممكن يكون وجدي حدسة ممكن يكون محمد الرشيد ممكن يكون أي لاعب آخر وعنده الثلاثة في الهجون اللي بيعتمد فيه على السمان الصاوي وموسى كانتي ومحمد قباني وممكن يعني 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 يلاعب دياو ميكيل ويخلي كانتي يلعب بديل في الشوطة الثاني ممكن جدا جدا يعمل هذه العملية في أي لحظة من اللحظات وبرضه عنده اللاعب الصغير رغم 18 عفوا رغم 19 اللي هو اسمه دياو الطويل ده العمر 18 سنة ده برضه ممكن يستهيل منه الثاني وبعدين رغم 9 بلعب بقباني لكن ده هنا بكون سمان الصاوي غالبا وده ممكن يكون موسى كانتي أو يكون بديل له غالبا حيلعب دياو غالبا بلعب دياو في هذه المنطقة ده السلاسل بالعب وعند الاستحواز هو دائما يلعب بهذا الشكل في المباراة السابقة كان بيعمل القصة دي عند الاستحواز وعند الفقدان بيرجع الفريق مع بعض بالعكس كمان ممكن يلعب على ثلاثة خمس اثنين انه واحد منهم ينزل أو يلعب به اربعة اثنين بانه ينزل واحد من الاجنحة وواحد من الاظهرة الوسط دي الطريق اللي هو قعد يلعب بها بشكل عام طيب هل حيلعب القصة دي في مع الهلال طيب رأيه الشخصي هو حيلعب فقط عند الاستحواز وليس عند الفقدان ب ثلاثة اربعة ثلاثة لأنه عند لعبين حفظوها اولا وفي نفس الوقت استفادوا منا لكن عند الاستحواز فقط عند الفقدان حيلعب بشكل اخر هنجي نتكلم عنه لما نجي نتكلم عند الفقدان لكن التحول من حالة الهجوم لحالة الدفاع تتطلب نمرة واحد سرعة فائقة مهارة عالية وتركيز اعلى اذا افتقد اي واحد من الثلاثة عناصر ممكن جدا جدا يتعب خلال المباراة تعالوا نشوف طيب المريخ عند الاستحواز الكورة بالعب كيف طيب لما نقول عند الاستحواز بنقصد واحد من امرين اما انو حاستحوز على الكورة عشان احرز منا هدف او حاستحوز على الكورة عشان امنع المنافس منا دين الحالتين الانا اساسا بستخدم اسلوب الاستحواز المريخ بحسب ما انحنا شفناه ما مهتم بقضية الاستحواز لمنع الفريق المنافس من انو يستخدم هذه الكورة ده بناء على ما احنا شاهدنا الكلام ده ممكن يتغير في المباراة كمفاجئة يعمل الطلياني بانو لا هو حيمنع الهلال من انو يستلم الكورة اصلا وبالتالي حيضطر يباصي يمرر لبعض لفترة طويلة 20 30 15 15 15 تمرير حتى بعد كده يلعب الكورة لكن العادة ما كده المريخ بيستلم الكورة في اي مكان في الملعب وبيلعب باص طويل للثلاث بتاع المقدمة وبيضاف لهم اللاعب البلوشي كشيء اساسي ايوب وبعد كده ممكن يكون في اي لاعب تاني معهم لكن الرباع هذا هو اللي بيتسبب في احراس هدف لهم السلاث بتاع الهجوم بالاضاف للبلوشي بعد كده قد يكون معهم اي واحد تاني لكن الكورة عنده بتبتدي بنظام معين انو في الغالب بيحصل انو كورة بتجي لواحد من السلاث بتاع الدفاعدة وهم التلاتة بيلعبوا بطريقة واحدة بمجرد ما الواحد فيهم يلمح السلاث بتاع الهجوم انطلق خلف المدافعين بيلعبوا لكورة طويلة مباشرة عادة ذالي قاعد يحصر السلاث ده بيطلع الكورة بالطريقة دي ما قاعد يطلع خده 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 وخده وكده ونطلع مراحل لا بمجرد استلام هذا السلاث الكورة اي واحد فيهم عنده القدرة يعمل القصة دي ما شاء الله هاته ثلاث معهم بيلعب الكورة طوالي مما يلاحظ انو في لاعب موجود في المكان يعني على استعداد انو ينطلق بينعب الكورة خلف المدافعين بتاعنا المنافس عشان يعملوا القصة دي بيجيبوا المنافس لهم يخلوا يتقدم الخط بتاعه يعمل لهم تلاتين متر خلف المدافعين ويبعتوا الكورة مباشرة في ارسال طويل لكده وحسب ملاحظتي كلهم يجيدوا هذه المسألة السلاسي افضلهم ادم ماشي بعد كده عنده طريقة تانية للخروج بالكورة اللي هو من احط الطرفين غالبا بيكون طبنجة انو اما بلعب الكورة لطبنجة او ممكن نفس القصة عند رمضان عجب بلعب الكورة لواحد من الطرفين يطلع اما خارج الملعب او يرسل لعبة طويلة جدا الى الامام ودي بيجيد طبنجة ايضا وشفنا طبنجة نفسه لعب الباص ده لمحمد عبد الرحمن احرز منه الهدف التاني بتاع الفريغ القوم اللي هو ان الكورة بتتلعب لطبنجة بيطلع لبرة شوية وعلى طول بيلعب الكورة دي مقوسة بحيس الناتجي خلف الدفاع وارضية بيلقى المهاجم بيلقى نفسه هو والقون او في حالة واحد بواحد مع المنافس النقطة التالتة او الطريقة التالتة للخروج بالكورة انه يقطع الكورة هنا وتتلعب لطبنجة طبنجة يلعب البنوشي وبعد كده يبتدوا يتحركوا الى ان يحرزوا منا هذا وديل ليه المجموعة دي المجموعة دي سريعة جدا يعني المجموعة لنا بتكلم عنها الخماس دا طبنجة والبلوشي والسلاسي والسلاسي بتاع الفجون سريعين جدا بالانتقان بالكورة وبدون دي طريقة طبنجة نفسه ممكن يلعب باص مباشر لأي واحد من ديل انطلقوا في المكان بتاع السنتر دا او في نصف المساحة يلقون نفسهم هم قريبين جدا من القون او من المرمى بتاع المنافس ويقدروا يلعب كورة بينية بشكل جيد جدا دي الطرق اللي قاعد يطلع بها المريخة المريخة الان بحاول يطلع من خلف للامام لكن باقصر الطرق ممكنة يعني المريخ ما بيلعب واحد اثنين خمسة عشرة خمسطار تمريها طيب هل دي الصورة اللي احنا ممكن نشوفها ليس بالضرورة ممكن نشوف حاجة مختلفة نشوف ان المريخ مسك الكورة عشان يمنع الهلال من انه يلعب بص المجموعة اللي بتلعب دي اللي احنا قلنا دي كلها عندها قدرة على الاستحواز على الكورة بشكل طيب عندهم قدرة على المراوغة عندهم قدرة على لعبة التمرير بشكل جيد بعد كده هنا في اللاعب بتاع مركز ستة مركز ستة ده مهمته والريخ طالع بالكورة انه يحرس مع التلاتة دين بالاضافة لانه يمنع اي قطع للكورة في هذا المكان يحاول اخره لغاية ما المريخ يرجع وده ما منطلو انه يمشي سريع اذا كان وجدي مش محمد الرشيد لو كان وجدي وجدي ايضا عنده القدرة على لعبة التمرير الطويل خلف المدافعين فدي كور في حالة الاستحواز اللي بيعمل المريخ المريخ بيستحوز ما عشان يحرم المنافس من الكورة انما عشان يحرز هدف ودي مسألة مهمة جدا جدا طيب هذا الكلام ده بس هو اللي حيحصل ليس بالضرورة ممكن الايطالي يفاجئ الهلال في انه حيحتفظ بالكورة بيمنع منه الهلال اكتر وكن ممكن وتلقى المريخ مستحوز على ستين في المية بينما الهلال على أربعين في المية فدي واحد الحاجة التانية والمهمة جدا ان نلعبين المريخة الثلاثة ده الهدافين طبعا كلنا بنعرف السمان الصاوي و يعني حظه دائما جيد ما فيه مباريات القمة والان عندهم كانتي او دياو بالاضافة لهذا اللاعب الخطير جدا اللي هو قبان كلهم اذا استطاعوا انه يلقوا الكورة دي خلف الدفاع سريعين وبحاوره كويس والكورة فريجيله ما بتنقطع ف دي من الحاجات اللي ممكن تعمل اشكالية في الهلال وتشغل دفاع الهلال كثير جدا جدا في المسألة يعني شديد جدا تعمله طيب البيعيب المريخ هو قلة اللاعبين البلعب بالقدم اليسرى اذا لعب السماني وطبنجة دي بيبقوا الاثنين الوحيدين البلعب اساسا بالقدم اليسرى يعني دي اللاعبين اساسا بلعب بالقدم اليسرى لكن اذا اي واحد فيهم ما لعب لأي سبب من الاسباب بيبقى حتى الاثنين ما هتلقاه المريخ ايضا من الحاجات الكويسة عنده عنده الحارس المرمى ايضا النيجيري بيقدر وحتى احمد بيتر اللي اثنين بيلعبوا بيقدامهم بشكل كويس ودي مسألة مهمة بتضيف لك لاعب اذا انت احتجت له يلعب بيرجله طيب كده احنا انتهينا من الفكرة اللي بيلعب ها الجيوفاني ده وافتكر انه جيوفاني حيكون درس الهلال كويس جدا وانا انه درس الهلال كويس جدا ربما تكون لديه مفاجآت كثيرة جدا طيب المريخ استحوز على الكورة وفقد حيعمل شنو فقد باي طريقة طلعت آود طلعت ضربة مرمى قلع ناس الحلال طيب حيعمل شنو هنا احنا اتكلم بعد شوية عن رأينا في انه حيعمل شنو لكن انا دائر اضع بعض النقاط المهمة جدا المريخ اذا لعب ثلاثة في الدفاع المبارك في الحالتين يعني بتاعت الاستحواز والفقدان بيبقى هو وضع دفاعه واحد لواحد امام لعبين الهلال لعبين الهلال مهاجمين ثلاثة ده غير الاضافات اللي بتجي فبيكون وضع القصة دي يعني وضع دفاعه تحت رحمة مهاجمين الهلال الثلاثة مهاجمين الهلال الهلال الاساسيين يعني كلود وكولي بالي ومحمد عبد الرحمن التلاثة سريعين التلاثة بيلعب كورة بالوطا وبالتالي حيلغوا المريخ من فوق التلاثة بيحاوروا شديد جدا وسريعين بدرجة فائغة يعني وعندهم قدرة عالية جدا على المراوغة فده إذا المريخ لعب المبارك لها بثلاثة أربعة ثلاثة حيكون وضع دفاعه في موقف صعب لأنه القاعدة الدفاعية المعروفة إنه عدد المدافعين ساوي عدد المهاجمين زياد واحد انت كده بتكون شلت الواحد ده وخليتهم هما ثلاثة قصة ثلاثة دي وحد لو انت غيرت من في حالة الفقدان بس عملتها أربعة أربعة ثلاثة أو خمسة ثلاثة اثنين هتكون أمنت إلى حد ما الدفاع بتاعك لكن أضعفت وسط الملعب بمعنى انت لو رجعت الكرة ذي الوقت عند الهلال نتخيل كده الكرة عند الهلال انت رجعت طبنجة عشان يبقى باك شمال ورجعت العجب عشان يبقى باك يمين مع الثلاثة أصبح خمسة وسط الملعب أصبح فيه لعبين أساسيات يعني لعبين نقول انت حترجع معهم واحد من الأطراف اللي هو لجنبه الكرة يرجع مع الكرة يعني يعني لو الجناح الكرة في الجناح الشمال في الطرف الشمال للمريخ يرجع معه الجناح الشمال للمريخ أصبح ثلاثة وقدام اثنين لكن الثلاثة الأصبح عندهم مشكالية في إنه الكرة لو عدتهم هيكون عندهم مشكالية الكرة لو عدتهم والثلاثة ديل فيه بلعب مركز 6 1 الاثنين التانين مع مركز 6 1 10 1 11 فديل دي دي حتكون في اشكالية في المثلة بتاع التعامل مع وسط الملعب اللي بلعب فيه ناس متمرسين زي زي ابو عاجلة زي صلاح زي بوغبة زي عبد الرؤوف زي تانينين دي كلهم بلعبوا في الحتة دي لو لعب تانينين كمان هتكون المشكلة اكبر لأنه تانينين عنده قدرة على المراوغة يعني ما زي مثلا روف روف مزعج جدا لو بيقى في العتة دي لكن روف قدرة على المراوغة عجلة من تانينين فدي واحدة من المشاكل اللي هتلقاه ايضا هتخلي هجوم ال 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 انت رجعت واحد من ال هنا يبقى في نص الملعب فهتخلي الباك اليمين حر وحتخلي ثلاثة موجودين قصاد واحد او او اتنين زي زي بيقو اتنين في معلد فدي واحدة من الحاجات اللي عايز معالجة عشان يعالجة لازم يعمل الات يرجع الباكين لكن واحد من ال من التلاثة ديل بتاع القلوب الدفاع يتقدم ليه قدام يبقى مركز ست وبتاع مركز ست يبقى مركز ثمانية وما ينزل ال هنا اللعبين الدفاع عشان يعني الطرفين يخلون دائما مع الباكات عشان ما يسمحوا للباكات بتاعنا الهلال يمشوا لها جدا المشكلة في الاختيار الاخير ده انه معقد انت حترجع اتنين وحتقدم واحد ودي مسألة معقدة جدا اي غلطة فيها حتمح الهلال فرصة لكن خلينا نشوف نشاهد كده على الميدان حتكون كيف وفي رأيي عشان ما يحرص فيه وقل فهيلعب بخمسة اربعة واحد او خمسة ثلاثة اثنين دي في حالة الفقدان طيب هنا عملت الاختيار الاول انه يكون خمسة ثلاثة اثنين لانه الى حد ما بيقدر يشتغل شغول جماعي افضل ده رأيانا لكن هو ربما يكون لدي وراي تاني فبيلعب حيضطر هنا عشان ما يخلي ديل ثلاثة قصات ثلاثة يلعب ديل يرجع الاثنين ديل ورا طبعا انا شخصيا بعتقد انه مفروض واحد من ديل يمشي لك دام عشان الاثنين ديل يقدر يلاق الثلاثة بتاع الهلال لانه ديل بيبقوا اثنين بعد وما يرجع ديل ديل كل واحد فيهم يمسك الباق بتاعه لكن هل سيلعب بثلاثة واثنين هنا طبعا واحد سيسأل ليل علامات السوداء دي عين لو تلاحظ الراجل فلين مختلف عن ديل دا لقل لعب خمسة أربعة واحد لانه دا سيكون رجع جهنة دا سيكون رجع جهنة بغض النظر عن دم سمان غير سيكون رجع جهنة فديل سيلعب خمسة أربعة واحد طيب في كل الحالات دا يمنع الهلال من استخدام مهارات اللاعبين وسرعاته يمنع الهلال من استخدام مهارات اللاعبين وسرعاته لأنه أخطر حاجة يخلي الثلاثة ديل مع الثلاثة لعبين الهلال لأنه يعني عدم بيكون موجود هنا ممكن جدا ينكلو دخل هنا ويكون حص للهدف سرعة وقدرة على المراوقة عالية جدا فدي من بالإضافة لأنه بدأ يكون في تفاهم بيناتهم لعبين الهلال منك الواحد صلى غاية هنا ويلعب باص للخلف عشان يجي منا هدف فدي أشياء محتاجة لأنك ما تدي مساحات لناس الهلال عشان يمشوا لي قدام خطوة يمكن جدا أن يأسر ك أنا أيضا ضرة ده أنا ده ما هو إنك تجيب واحد من الثلاثة ديل مكين مثلا وطوالي مكين يتقدم هنا يبقى في محل وجدي وجدي يتقدم يبقى هنا في محل أخو البوشي هنا يبقى ديل تلاتة يستقبل التلاتة بتاعنا الهلال فيهم اتنين لعب اندفاع دي الفكرة الأساسية بدون أن يؤثر ذلك على المهاجمين التلاتة لأنه كده المهاجمين التلاتة بيقدروا يواجهوا الأربعة ديل وما بيسمحوا لكثافة العددية النتجي من الظهيرين أنه برضو الهلال قاعد يستفيد من سرعة الظهيرين ومن قدراتهم بتاعت الاختراق وقدراتهم على التمرير وقدراتهم على يعني عكس الكرات فالرجل يعني دي أول كورة ليه وبالتالي التعامل معها في الغالب حيكون بطريقة قريبة من دي أو ربما طريقة جديدة إحنا ما شفناها الغاية الآن نستمتع لما نشوفها ونستفيد منها في المرات الجاية هو الشخص الوحيد أو هو واحد يعني إذا اعتبرت فلوران لعب أكتر من هلال مريخ لكن سالونس دا المتوقع أنه يعمل مفاجأة مش في إنه يكسب المباراة مريخ ممكن يكسب المباراة حتى لو ما في سالونس دي مباراة ديربي يعني ما بتنتهي يعني ما هي مباراة عادية عشان نتكلم عنها بشكل عادي لكن نحن دعلينا شو الفكر الجديد هو شاف الهلال أكتر من مرة يعلم تماما إنه الهلال هو غريم الأساسي في السودان ويدرك تماما أهمية هذه المباراة وبالتالي أفكاره الآن بتكون جيدة جدا ونشوف التنفيذ بتاعه هيكون كيف مباراة طبعاة جماعة دي مباراة ديربي دي هلال مريخ اللي احنا منعرف دي هلال مريخ اللي أصلا ما عندها ارتباط بقوانين كرة القدم لأنها مباراة ديربي ونأنه ليس بالضرورة إنه الأفضل يكسب دي مباراة ديربي عندها دوافع مختلفة جدا عن دوافع أي ثلاثة نقاط من أي فريق آخر حتى لو على بطولة أفريغية دي عندها اعتبارات الخاصة وبالتالي التوقع غير وارد التمني ممكن الهلالاء بيتمنوا فوز الهلال المريخ يتمرد فوز المريخ والموريتانيين يتمنوا التعاذل حتى يخرج الأشقاء حبايب إنما واحد يقدر يقول والله الكرة بتطلع كيف ولا هنا ما في الشخص الوحي طبعا عندنا لعبين ما لعبه المريخ قبل كذا وبالتالي نحنشوف بشكل جيد مريخ عنده لعبين أداء مرتفع جدا زي طبنجة زي عجب سواء مع المريخ أو مع الفريق القوم حتى محمد الرشيد عنه رجل في الميدان وكذا الهلال عنده لعبين بين نفس القطر والهلال جهز كمان في مباراة الفريق القوم الأخيرة القوية جهز إيرينغ الباقين أصلا بلعبه لكن جهز إيرينغ اللي ما كان بلعبه وبالتالي كل شيء متوقع في هذه المباراة أصلا لن أستغرب إذا المريخ غلب الهلال أو العكس ولن أستغرب إذا طلعت الكورة تعادل من حيث النتيجة لكن نفهمني الأداء بتاع كل واحد عشان نتعلم منه لي قدام خاصة إنه هناك لعبين الآن في حالة ازدهار عايزين نشوف القصة دي جه الكورة وطبعا أتمنى إنه تتاح فرصة للاعب زي كانت عايزين نشوف المغربي باللوشي حيعمل شنو عايزين نشوف قباني حيعمل شنو عايزين نشوف طبنجة كيف هيعمل في مباراة بحجم هلال مريخ وهو حيكون لاعب مسؤولياته كبيرة جدا مع ارتفاع مستوى الموجود الآن عايزين نتكون تتويج لما هو حادث الآن وصول الهلال لدور المجموعات وأيضا الازدهار الحاصل في فريقنا القومي ومكسب اللي غانا اللي خلاه قريب جدا من التأهل الى موروكو خمسة وعشرين وأيضا يعني المريخ اللي بيبني في فريق جديد ويحتاج الى مثل هذا الانتصار أنا ما عايز أطول عليكم برضو نصيحة للأخوة المريخاب مهما كانت نتيجة المباراة أبقى عشرة على المدرب ده الاستقرار مهم جدا بقرى كثير جدا على إنه كيف إنه هذا المدرب استغنى عن عبد الرحمن كوكو دي ما الشغل المهمة الآن مهمة الآن أن يبني خلاص دي مرحلة انتهت صح غلط دي مرحلة انتهت الآن من الضرورة بمكان الاتجاه إلى الأمام في بناء هذا التيم الجديد حتى يعود المريخ كما نحب ونشتهي بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه المرة تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله شكرا